السيدات والسادة مساء الخير عند الحديث في أي مجال أو نشاط إنساني في الثقافة أو الفنون أو السياسة أو الاقتصاد يأتي دائما ذكر الإعلام وعند النقاش في أي قضية حيوية تتعدد الأراء وتبرز أهمية الإعلام وعند الحديث عن الهوية والانتماء والوعي والتأثير الإيجابي في الرأي العام لا بديلة عن الإعلام وعند التصدي للشائعات المغرضة أو التحديات الكبرى والخطر الخارجي يقف الإعلام دائما في الخطوط الأولى قبل أسابيع قليلة احتفل الإعلاميون ومعهم مصر كلها بالعيد التسعين للإعلام المصري حين انطلقت لأول مرة عبر الإذاعة المصرية العبارة الخالدة هنا القاهرة العبارة التي دشنت بدورها انطلاق قوة مصر الناعمة في محيطها الأقليمي بهذه المناسبة نفتح اليوم مرة أخرى ملف الإعلام المصري واقعه ومستقبله والتحديات التي تواجهه في عصر الإعلام الرقمي وأعلام القرية الكونية نناقش مستقبل الإعلام في الوقت الذي أصبح فيه كل مواطن يحمل في جيبه جهاز إعلام صغير إذاعة وتلفزيون اليوم في حديثنا من مصر نستضيف أستاذة كبيرة ورائدة إعلامية مرموقة صاحبة مدرسة علمية وعملية في فنون ومحتوى الإذاعة وتلفزيون وهي أول أكاديمية مصرية تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين السينما الوثائقية والإعلام عبر أول دراسة رائدة في هذا المجال نسألها عن المسئولية الاجتماعية للإعلام عن الإعلام والقضايا الغائبة المرأة والطفل الثقافة والفنون الشباب والمعرفة وعلوم المستقبل عن الإعلام المصري وصنعة الوعي عن الإعلام والمسئولية الاجتماعية وماذا يريد المواطن من الإعلام حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم معي للحديث عن مستقبل الإعلام والصحافة في ضوء المتغيرات الاجتماعية وتحديات التكنولوجيا أستاذة جليلة للإعلام ورمز كبير من رموز العمل الإعلامي في بلادنا الأستاذة الدكتورة مون الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذة الدكتورة مون الحديدي أستاذة الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة ورمز كبير من رموز العمل الإعلامي في مصر والعالم العربي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لثقافة كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم المرأة المصرية بوصفها من النماذج المصرية المشارفة والملهمة حصلت الدكتورة مون الحديدي على العديد من الجوائز والتكريمات تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في مجال الإعلام صاحبة أول وأهم رسالة الدكتورة عن السينما والإعلام خبيرة في علوم وفنون السينما التسجيلية والإعلان والإعلام الجديد والدكتورة مون الحديدي عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بالإضافة لعضوية اللجنة العلمية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال مشوارها الناجح في مجال الإعلام لعبت الحديد دورا مهما في عملية تنظيم وتطوير الإعلام في مصر وفي العمل على تعزيز حرية التعبير وتأكيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للإعلام تهتم الحديد بدراسة السينما التسجيلية كوسيلة إعلامية ولنشر الوعي والمعرفة ونشرت العديد من الدراسات والمقالات في هذا المجال كما هتمت بدراسة تأثير الإعلان على المجتمع وبرصد التطورات الجديدة في مجال الإعلام من مؤلفاتها مقدمة في السينما التسجيلية والإعلان والإعلام الجديد والسياسات التحريرية للمواقع الإخبارية الإلكترونية ودور الإعلام في المجتمع وأخلاقيات المهنة الصحفية نالت الدكتورة من الحديد العديد من الجوائز والتكريمات من بينها جائزة أفضل أطروح الدكتورة من جامعة القاهرة عام 1977 وأفضل كتاب في مجال الإعلام من المجلس الأعلى للثقافة عام 1990 وجائزة الصحافة العربية من اتحاد الصحفين العرب في عام 2000 كما قرمتها جامعة القاهرة بمنحها لقب أستاذ متميز في عام 2010 دكتورة مونة الحديدي أهلا وسهلا بحضرتك معنا يعني بجد إحنا سعداء اليوم نكون منتظرين هذا اللقاء من زمان أنا اللي سعيدة وبيشرفني أن يكون على القناة المصرية الأولى شكرا جزيلا دكتورة مونة أنا لفت نظري عنوان رسالة الدكتورة على حضرتك هي عن صورة المرأة في السينما الروائية يعني يبدو الموضوع فني أكتر منه إعلامي ولا إيه؟ لا هو الموضوع يعني بيمثل نوعية معينة من الدراسات اللي بيهتمي بيها المؤسسات الأكاديمية في الخارج من سنوات بعيدة يمكن إحنا يعني اهتمامنا بيها كان متأخر بعض الشيء لأنها بتمثل الدراسات البينية سواء بين الفنون مع علم الاجتماع مع الإعلام مع علم النفس ويمكن ده اللي خلى الموضوع بتاعي في وقته أنا حصلته على الدكتورة سنة سبعة وسبعين من جامعة القاهرة كلية الإعلام وكانت أول رسالة داخل كل كليات جامعة القاهرة عن السينما طيب ده شيء جميل جدا جدا يعني عادة دلوقتي يعني هناك وسائل إعلامية كتير بتصنب تحت كلمة الإعلام هل السينما وسيلة إعلامية؟ لا هي طبعا السينما فن من الفنون لكن مع ظهور بأوسال الإعلام المختلفة ابتدى يبقى استخدامها إعلاميا كيفا؟ بحيث مثلا حيث بتشوفي أنه ما فيش أي خريطة برامجية في أي قناة عامة حتى اللي يكون فيها فيلم الصهرة أو فيلم الظهيرة على أساس أنه دي المادة الترفيهية الجاذبة أكتر للمشاهدين بتشوفي مثلا في الصحف أبواب وصفحات بالكامل وحضرتك طبعا أستاذة في النقد السينماي والنقد الفني فبالتالي هنا بنقول وسائل الإعلام والصحافة قبليها استخدمت السينما إعلاميا يعني ممكن مثلا يتعامل برنامج بيتكلم عن السينما نفسها أو يعرض لفيلم زي مثلا برنامج ناجي السينما الشهير أن يعرض لفيلم ومن بعدها يحصل نقاش للجوانب الفنية الأثار الاجتماعية والثقافية إيه الجوانب التقنية اللي فيه اللي بتميزه وده بالتالي يبقى هنا بقى استخدام السينما كفن لنشر الثقافة السينمائية أو الثقافة الفنية يعني كأنه عمل إعلامي بقى خلاص انتخلنا إلى فكرة العمل الإعلامي أيوة يعني اهتمام حضرتك بالسينما الوثائقية على سبيل التحديد كيف جاء هو الحقيقة يعني خلال إعداجي للدكتوراه كان اهتمامي منصب على السينما الروائية المصرية بشكل خاص وخلال فترة إعداجي للدكتوراه ذهبت في منحة لباريس عشان الاطلاع والحصول على الأفلام المصرية اللي ما كدتش لها موجود في الأرشيف في مصر وروحت للسينما تاك الفرنسي وكمان حصلت على يعني هي مش بعثة لكن هي دورة يعني أو زيارة علمية لستوديوهات هوليوود فلما شفت بقى الخدع اللي بيتم بيها تصوير الأفلام الروائية الحقيقة خلاص يعني انبهاري بالأفلام الروائية أو بقيت فهم أن كل اللي احنا بنشوفه ده مش حقيقة ونتائج الدراسة بتاعتي أصفرت أنه السينما الروائية في الفترة اللي أنا خدتها اللي هي فترة من 62 لغاية 72 ما كانتش السينما يعني أو الانتاج السينمائي صادق في التعبير عن أوضاع المرأة ومشاكلها وقضاياها فحسيت بقى أنه إيه اللي ممكن يكون أكثر تعبيراً ومصداقية الانتاج التسجيلي الانتاج؟ التسجيلي اللي هو الدوكومنتري أو البعض بي يعني إحنا هنا ما ترق بين السينما التسجيلية والسينما الوثائقية؟ هو اختلاف في الترجمة يعني دول المشرق العربي إحنا بنستخدم كلمة تسجيل في دول المغرب العربي بيميلوا إلى استخدام الوثائقي وإن كان يعني القناة الوثائقية اللي ظهرت من خلال الآن سموها القناة الوثائقية طيب ده شيء جميل حقيقة يعني نتمنى أنها تضيف فعلاً شيء كبير لسينما الوثائقية في مصر أنا بعد إذن حضرتك في المقطة دي الحقيقة أنا بحب أحي جداً يعني اقتحام المتحدة أنها تعمل قناة وثائقية وده كان يمكن مطلب وحلم لكثير جداً من سواء الإعلاميين أو المثقفين عمتاً أو الفنانين لأنه فعلاً الاتجاه الوثائقي أو الاتجاه التسجيلي سواء كان أفلام أو برامج له أدوار كثيرة جداً 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 والحقيقة برضو إحنا يعني بنضمن صوتنا لصوت حضرتك لأنه ده إضافة جيدة جداً جيداً للنشاط الفني بشكل عام في مصر السينما التسجيلية في مصر هل فعلاً استطاعت أن تسجل تاريخنا المصري؟ أقدر أقول لحضرتك في سنوات سابقة أو في مراحل مختلفة من تاريخ مصر كان فعلاً الانتاج التسجيلي أو الانتاج الوسائقي قدمت أفلام كثيرة وبرامج عن كثير جداً من المشاريع القوبية زي السد العالي قدمت حاجات كثيرة جداً خلال مثلاً فترة الوحدة بين مصر وسوريا مجموعة أفلام ففيه كثير جداً من الانتاج التسجيلي في فترة نقدر نقول الستينات والسبعينات والتمانينات لما كان فيه كمان جهات معنية بالانتاج وكمان هاي عايزة أقول أنه برضو يعني ظهور التلفزيون المصري في بداياته كان فيه إدارة خاصة بالانتاج التسجيل وكان هو نفسه بينتج وكان مهم قوي أنه كمان الجهة اللي بتنتج يعني تمتلك وسائل العرض فبالتالي الفيلم يصل أكبر شريحة من الناس طيب وسائل العرض يا إما السينما إما التلفزيون فعشان كده لما التلفزيون المصري ابتدى وأنتج هو وبقى بيعرض ابتدى الفيلم التسجيلي حتى يبقى له شعبية يعني على مستوى العامة كان قبل كده بيقولوا دايما أن الفيلم التسجيلي موجه أكتر يعني للمثقفين للمعنيين بموضوع معين حاليا يعني في عالمنا المعاصر هل إحنا فعلا بنعيش فيما يسمى عصر الصورة؟ هذا بالتأكيد إحنا بنعيش عصر ثقافة الصورة في كل حاجة والصورة الحقيقة يعني عايزة أقول برضو أن المصريين القدماء استخدموها يعني طبعا أفضل بقى بشكل مختلف طبعا لأنه عشان كده حتى أنا كتبة في كتابي عن السينما التسجيلية المصرية بقول إهداء إلى أول من مارسوا فن التوسيق القدماء المصريين على كل المعابد وكل الأثار بنجد أن هم سجلوا كل الاحتفاليات بتاعتهم كل الأحداث حتى الشخصيات احنا بنعرف الأشكالهم وكده من خلال الرسوم اللي هم صوروه يعني فن الصورة أو لغة الصورة وخصوصا بقى دلوقتي في مثلا كمان التلفزيون الملون المالتي ميديا فبقى يعني لغة الصورة بقت مقاوماتها وأساليبها كتير جدا الجرافيك كل الحاجات دي بتخش في لغة الصورة يعني مؤكد حاليك دلوقتي يعني أشارتي إلى شيء جميل جدا فعلا يعني فكرة التسجيل على الحوائط وعلى التمثيل وعلى يعني كل ما هو أثري بالنسبة لنا حاليا أفدنا كتير يعني هذا قبل ظهور طبعا السينيما إلى آخره طيب حاليا يعني ننتقل إلى موضوع الصحافة شايف حضرتك حالها حاليا كيف هو يعني تعبير الصحافة عالميا بيعني كل الوسائل دلوقتي يعني أنا ما أقول صحافة ممكن تكون صحافة ورقية صحافة انترنت صحافة مقرؤة تكون صحافة تلفزيونية لكن إحنا في المنطقة العربية هذا تعبير بالنسبة لنا مختلف إحنا في المنطقة العربية فرقنا ما بين الصحافة باعتبارها بقى الجريدة أو المجلة يعني حتى بنسميها ساعة الصحافة الورقية أو الصحافة المقرؤة والوسائل بقى اللي ظهرت بعديها زي الراجو والتلفزيون بنطلق عليهم يعني مسمى الأعلام يعني التلاتة دول يعني هي تسمية ننفرد نحن بها آه يعني برا حيك لما تقولي أنا صحفية يبقى ممكن تبقى صحفية بالورق والألم وممكن تبقى يعني مرسلة صحفية لقناة لراجو وهكذا لكن بالنسبة لنا إحنا عندنا يعني اشتقينا مصطلح حتى وزارة الأعلام لما تعملت ما كانتش في الأول اسمها وزارة الأعلام كان في وقتها في وقتها كان اسمها الأشاد الأشاد القوم لكن حصل يعني تعديلات وسميت بقى وزارة الأعلام عشان تشمل الراجو والتلفزيون وحتى برضو في الخارج إحنا دايما نقول الإزاع والتلفزيون بالعرب يعني لكن بره لما يقولوا بروتكاستنج يعني يشمل الراجو والتلفزيون ويقول لو عايزة تحدزي بس الراجو قولي الراجو يعني فدي كلها حاجات بقى خاصة باللغة بالثقافة يمكن كلمة الإرشاد اللي حضرتك تذكرتها حاليا هي برضو بتعني معنى سياسي في هذا الوقت يعني كان المطلوب استقطاب كل الناس بعملية توجيه أو إرشاد وطبعا برضو مع قيام ثورة يوليو 52 فعلا القيادة السياسية أعطت اهتمام كبير جدا للإزاعة وأيضا اهتمام كبير أن ينشأ تلفزيون عشان أولا يوصلوا للقاعدة العريضة من الناس وعشان يحصل نوع من يعني كون يحصل ثورة يعني معنى كده أفكار جديدة فكر جديد فانت عايزة تقنعي الناس بهذا الفكر وهنا حتى ظهر يعني تعبير جديد أو إسلوب جديد في الإقناع مش الدعاية لأن الدعاية الناس مش بتستجيب لها وخصوصا بقى مع انتشار وسائل الإعلام ومصادر المعلومات ظهر يعني إسلوب جديد في الإقناع وفي التأثير اللي هو بنسميه الدعوة لكسب التأييد يعني أنا أدي الناس كل مزايا المشروع أو مزايا السياسة الجديدة أو أتكلم عن القانون أو القرار اللي أنا حأصدره عشان أهيأ الناس بحسنية تقبله وتؤيده بتؤيده عن اقتناع مش عن إنه ده جاي من السلطة العليا أو من الجهات العليا مستوى خريجي كليات الإعلام في مصر كيف ترى؟ الحقيقة ما قدرش أحطهم يعني كلهم في سلة واحدة أكيد في كل دفعة في أعداد من المتميزين دول بيكونوا دخلوا التخصص ده مش عشان يعني شهرة وبعدين أحب أقول لحضرتك برضو إن حصل تعديل في الرغبات يعني كان مثلا من عشر سنين فاتوا كل اللي عايز يخش كلية الإعلام عايز أطلع مزيعة أو مزيعة لا دلوقتي مع الانفتاح الإعلامي وأنهما بيشوفوا بقى السوشيال ميديا وبيشوفوا المنصات وبيتعاملوا مع إعلام الإنترنت ابتدت حتى مطالبهم ما هياش فقد أنه يبقى مزيعة ابتدى يبقى فيه بقى عايز يبقى مراسل عايز مثلا يشتغل في الجرافيك في التصميم كمان من التخصصات الجديدة اللي بتضيفها كليات الإعلام في الفترة الأخيرة ما يعرف بإدارة الإعلام اللي هي الميديا مانجمينت إن إحنا عايزين نعلم وندرب ناس ونؤهلهم إن هما كيف يديروا مؤسسة إعلامية دي مش إدارة بحتة لكن دي لازم يبقى عنده خلفية في الإدارة خلفية في الاقتصاد ثم بقى خلفية في العلوم الإعلام وفي نون الإعلام هي كليات الإعلام بشكل عام لها جاذبية يعني أكثر من أي كلية تانية لكن الواحد دايما بيسأل على أين سيذهب هؤلاء الخريجون خاصة إذا كان أعدادهم يعني أكبر من استيعاب السوق المصري في مجال الإعلام معشان كده هنرجع تاني ونقول إنه المفترض إنه دلوقتي على مستوى كل السياسات التعليمية مش بس الإعلام إنك أنت مش بتلبي احتياجات السوق المحلي الوطني أنت لازم تشتغلي للوقتي إحنا في السوق المفتوح في عصر العولمة فأنا لازم يعني أعد الخريج بتاعي إنه هو يبقى ممكن في الإعلام في دولة في أي دولة من دول الخليج في سوريا في غيرها دي نقطة مهمة الحاجة التانية كمان نزي مقول لحضرتك هو تدريس علوم الإعلام في السنوات العشر الأخيرة تغير مجاله يعني زي مقولك إحنا ما عدناش بس بنركز على إن أنا هطلع محرر الشخص مثلا مسؤول عن الإعلانات الصحفية أو الإعلان التلفزيوني لا دلوقتي كل المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة أي أن كان مجالها محتاجة لمن يمارس مهنة الاتصال فأنا محتاجة مثلا في وزارة الصحة إنه يبقى عندي ناس تنتج أو تساهم في وضع السياسة الإعلامية لوزارة الصحة عشان إزاي يقنعوا الناس بالتطعيم ده مش الدكتور ده لازم الدارس إعلام اللي دارس علم نفس هو اللي يشارك حضرتك مثلا دلوقتي في إطار مثلا يعني التغيرات الاقتصادية والمواقف دي فإزاي لازم أقنع الناس إنه لازم يدفعوا الضرايب فده كله محتاج إنه خريج الإعلام ده هيشتغل في مجالات مختلفة جزء كبير جدا من عالم يعني الدبلوماسية جزء منه عمل إعلامي في السفرات في الخارج طبعا ده مهم جدا مثلا حضرتك برضو المتحدثين الإعلاميين باسم الوزارات باسم حتى الشركات الخاصة والبنوك وكل ده فهو يعني الدراسات الإعلامية مكوناتها اتغيرت خالص عن المفاهيم القديمة اللي أنا حخرج بس مراسل محرر مترجم مقدم برنامج لكن الأمال الكبرى أعتقد يعني العاملين في مجال يعني هذه الدراسات أو الموجودين في الكليات ديبوا دايما نظرهم أكتر على الوسائل الإعلامية أكتر منها ووظيفة أخرى طبعا هو الشاشة كمان والشهرة ويمكن برضو النماذج الناجحة في الإعلام المصري بكل وسائله بتخلي أنه ده بيبقى يعني نموذج قدوة أو محاكاة للطالب اللي جاي لنا من السنواء العام هو عايز يبقى زي فلان ما يعرفش برضو أنه هذا النجم يعني على الشاشة هو مر بطريق طويل عشان يوصل أنه هو يبقى فعلا حتى ساعات إحنا البرامج بتاعتنا الكبيرة نقول برنامج فلان يعني حتى ساعات ما بنقولش مسمى البرنامج كنموذج يعني طب يعني هل فيه في كليات الأعلام مراكز لتدريب مثلا الصحفيين الموزيعين إلى آخره فيه في الوقت أكتر الجابعات اللي فيها كليات إعلام بتعمل مراكز للتدريب بتعمل دورات تدريبية سواء لطلابها أو المنهير طلابها يعني تبقى دورات تدريبية للراغبين في تنمية مهارتهم مهارتهم في الإلقاء مهارتهم في مثلا استخدام بقى المونتاج بكل برامجه الحديثة فده موجود يعني احنا في كليات الإعلام جامعة القاهرة عندنا حاجة اسمها مركز التدريب والتوسيق الإعلامي وده يعني التاريخ الممتد من التمانينات وبيدرب سواء خريجي الكلية أو خريجي يعني أي تخصص آخر طيب مستوى اللغة بالنسبة للإعلامي مهم جدا هل كليات الإعلام يعني بتاخد بالها من هذا الموضوع سواء كانت لغة عربية وهي لغتنا أو لغات أجنبية الحقيقة مشكلة اللغة مشكلة عامة في المجتمع المصري لأنه الطالب أو الطالبة بيحصل على السنوية العامة أو أي شهادة معادلة هو بيبقى جايب في اللغة العربية درجة عالية هو امتحن في نمازج وبتاع وجاب نمر لكن هو يعني لا يتقن ولا يعرف يعني القواعد الأساسية وغير القواعد الأساسية أنا عايز أقول أنه التمكن اللغوي جزء منه برضو مهارة وجزء منه يعني زي حضرتك لما بتستمتعي بموسيقى فالشخص اللغته قوية من الأساس منه هو بقى في ابتدائي مش لما راح جامعة ولا جامعة درسات عالية لما بيسمع هو حتى بيعرف الخطأ من غير ما يعني أنا أنا مثلا تربية مدارس رهبات فكانوا يقولون ما ينفعش تفكروا بلغة وتكتبوا بلغة تانية أو تتكلموا بلغة تانية فكري باللغة اللي حتتتكلمي بها عشان في حاجة اسمها الجرس يعني أنا لما أسمع أعرف الخطأ وأنا مش عارفة القاعدة بتاعته مش عارفة بالضبط تتكلمي بها تتكلمي بها هنا غلط آه فده بيجي من التنشئة الأولى والتعليم من الصغر فالطالب بيجي في كلية الإعلام مستوى في اللغات سواء العربية أو الأجنبية حتى اللي جئين من مدارس أجنبية ما بيبقاشت على المستوى المطلوب طبعا في مقررات بتدرس سواء بالعربي أو بالانجليزي أو بالفرنسيوي وفي دلوقتي كمان شعب داخل كتير من كليات الإعلام بتبقى مثلا الشعب الإنجليزي يعني بيدرس المواد كلها بلغة إنجليزية أو بالفرنسيوي مثلا ده مش كفاية لأنه اللغة زي ما قلت لحضرتك تراكمية يعني إذا ما كنتش أنا تعلمتها كويس من الصغر على مستوى حتى النطق فرق كبير جدا فيه واحد ممكن يكون يعني درس وراح حضر كورسات وكده لكن النطق آه النطق ده مهم جدا فلما تسمعي حتى ساعات يعني تقولي ده ده انجليزي إيه بيه باللغة العامية يعني فبنحاول في الكليات طبعا لكن يعني لو تسأليني أنا غير راجة طبعا عن المستوى مستوى اللغوي اللغوي آه حتى العربي آه طبعا طبعا ده العربي قبل ثمانا أعجا وده على فكرة بنشوفه حتى على مستوى الصحافة آه وأعلامنا آه بنشوف يعني ما كانش ممكن حضرتك مثلا في السبعينات والتامعينات تشوفي منشتات فيها أخطاء لغوية احنا بنشوف ده ما كانش ممكن نشوف مثلا في الصفحات الرئيسية الصفحات الأولى لغة عامية لكن ده بنشوفه حضرتك شوفي ده في الإعلانات كم الإعلانات وفيها سوقية اللغة هل هي مقصودة يعني عشان تصل للعامة للكل ما تصل طيب ما احنا كنا قبل كده بنسمع فصحة مبسطة أو زي ما بنقول يعني فصحة المثقفين وكنا جميلة وكنا احنا بنتكلم كده لكن لما حقيت كوني بتسمعي بقى في الأغاني في البرامج حتى ساعات مثلا يعني بعض الضيوف أو بعض مقدمي البرامج انا بشوف ازاي هو بيقدم ضيفه بأنهي يعني ماينفحش مهما كنت انا اعرف هذا الضيف ماينفحش اقوله ازايك وعمل ايه لا هو في الوقت احنا في وظيفة احنا في مهنة طب تلك مسؤولية وسيلة الاعلام نفسها اه منعشان كده بقول منعشان كده بقولك انه يعني المستوى الثقافي واللغوي مش حصاد لا المدرسة ولا الكلية هي حصاد كل المنظومة في البيت بيتكلموا بأنهي اسلوب مثلا لما بيروح فيلم هو بيشوف الحوار بأنهي اسلوب فبيبتجي ده حضرتك هتلاقي الطفل دلوقت اللي عنده مثلا اتناشر سنة بيتكلم مصطلحات يمكن حياتي تقولي له يعني ايه للحوار بقية فاصل قصير نعود بعده لنستكمل هذا الحوار مع الرائدة الاعلامية القديرة الأسازة دكتورة مونة الحديدي حول الدور الاجتماعي للاعلام وكيف يتعامل مع قضايا المرأة وقضايا الطفل دكتورة مونة الحديدي هل حضرتك بتجدي في الاعلام المصري يعني هناك اهتمام بقضايا المرأة هناك اهتمام بقضايا الطفل الحقيقة في السنوات الأخيرة في اهتمام ملحوظ بالمرأة عموما لانه برضو انا عايز اقول ان احنا مش بس نهتم بالقضايا والمشكلات والجوانب السلبية فقط لكن برضو يجب ان احنا نهتم بالنجاحات المرأة حققت نجاحات حصل تطور في كثير جدا حتى من التشريعات اللي بتخدم على وضع المرأة فانا قدر اقول انه الاعلام المصري بكل وسائله وبكل قوالبه يعني حزيت المرأة فيه باهتمام واضح سواء في الدراما سواء في البرامج حتى في مثلا التقليد النساء لبعض المواقع كنا دايما حتى نقول انه في الصحافة ما بتاخدش مراكز قيادية الا مثلا في صفحات المرأة في مجلات المرأة مجلات الاطفال لكن بدينا نشوف فيه تغيير واعتقد ان ده يعني بيتطفق او بيترجم يعني اهتمام القيادة السياسية العليا بالمرأة واعلانه صراحة بمناسبات كثيرة بدور المرأة يكفي ان المرأة المصرية اطلق عليها في الفترة الاخيرة عزيمات مصر فده الشيء يعني اذا كان الرئاسة بتقدر المرأة المصرية وبتقدر المرأة المصرية مش بس في المواقع العليا او بين المتعلمات والمثقفات يعني الوزيرة وكده لا هو بيأكد على دورها في كل جوانب الحياة بما في ذلك وانا يعني فاكرة كويس اوي في احد الخطب قال انه حتى ربة البيت اللي احنا متصننا لا دي لها دور هي دي دور رئيسي في تنشئة الاطفال في تكوين اسرة سعيدة اسرة مستقرة اسرة امنة لما يبقى عندي اسرة امنة سعيدة يبقى انا خلاص ما يجي نواة المجتمع لكن ممكن اقول انه الاعلام وثقافة الطفل وحب بقى لما اتكلم عن الاعلام والطفل دايما اربطنا بين الاعلام والثقافة والفن والطفل يعني طبعا احنا يعني بنقول لحضرتك مبروك بس متأخرة شوية لانه سيد رئيس الجمهورية برضو اكرم حضرتك في عيد المرأة كنموذج جميل للمرأة المصرية كان شعورك ايه بقى وقتها؟ طبعا كنت سعيدة جدا وخصوصا انه كان من يعني دواعي التكريم اللي تقالت يومها في الاحتفال انه انا كنت صاحبة اول رسالة عن السينيما والمرأة في الجماعات المصرية جميل وانه كان ليا برضو الشرف في تأسيس وادارة احد المؤسسات الاكاديمية خاصة بالاعلام اللي بتجمع احد شركات الانتاج الاعلامي فده كان برضو نوع من الدمج ما بين ازاي تبقى المؤسسة انتاجية وفي نفس الوقت يبقى لها زراع اكاديمي فنجمع ما بين بقى الجانب العملي والتدريبي ونستفيد من يعني كبار الفنانين والاعلاميين في ذلك الوقت فكانت تجربة رائدة قوي طبعا انا بالمناسبة دي يعني بشكر سيد الرئيس وبشكر من رشحوني لهذه الجائزة ليه ما عندناش سينما اطفال احنا تاريخنا طويل جدا جدا مع فن سينما في مصر ويعني هناك يعني نرجو من الله ان يكون فيه نهضة جديدة لسينما المصري بنتكلم على افلام الاطفال ليه ما عندناش افلام اطفال الحقيقة هو فيه بعض التجارب يعني البسيطة والنادرة اللي حصلت في السينما المصرية حتى على مستوى مش بس افلام كارتون لكن على مستوى افلام روائية يعني انا مرة حتى في يعني احد كتاباتي للناسات احب افكر بصوت عالي تكون عندي فكرة كده احب اكتبها فقلت ان انا بادعو مثلا معهد السينما زي ما مشاريع التخرج بيكون فيه عمل روائي وعمل وسائقي ممكن يبقى فيه عمل مخصص للاطفال فده برضو يعني يعمل نوع من التشجيع وممكن مثلا كان فيه برضو مهرجان سينما الاطفال هو حيتوقف طبعا لظروف يعني خارجة عن الارادة نتيجة الظروف المجتمع مر بيها لكن ان شاء الله يعني اتمنى عودته لانه وجود المهرجان حتى لو ما كانش عندنا الوقت انتاج يعني يستحق انه يدخل في المسابقة مع الانتاج الآخر لكن ده حيدفع سواء المنتجين او المؤلفين او المخرجين انهم ما يدخلوا يلفت نظرهم إلى هذا وخصوصا ان احنا عندنا برضو بعض المؤسسات اللي ممكن هي تشارك في التمويل يعني زي مثلا المركز القاومي للأمومة والطفولة ممكن يشارك قوي حتى مثلا مع التعاون مع بعض المؤسسات الدولية المعنية بالطفل وثقافته فممكن يحصل يعني احنا بنقول الوقت عصر الشراكة يعني ما عادش فيه المحلية البحتة يعني اعتقد عند الكتاب عن تأثير الاعلان هو حضرتك طبعا الاعلان بالنون يعني هو احد الوسائل اللي بنقول طغط على وسائل الاعلان يعني فوقت من الاوقات الصحف جات مليانة ووقت من الاوقات التلفزيون دلوقتي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي حضرتك بتشوفي طغيان اعلانات او الدور في الشوارع والطرق وخصوصا في الطرق السريعة فالتأثير هنا التأثير مثلا على لغة المعلن اليه يعني انا لما شوف كل الاعلانات بلغة عمية هابطة خلاص هيبقى ده لما شوف كل الاعلانات بألفاظ ومسميات اماكن بلغات اجنبية فده بيفقد حتى الهوية فرنسا هي وجهة نظر جميلة هنا يعني فرنسا حضرتك في اتفاقية الاتحاد الاوروبي وقفت عند الحتة دي قالت ما يخص الثقافة الفرنسية يعني خط احمر ولذلك مثلا ممنوع ان انا اسمي محلات باسماء انجليزية امريكية فرنسية لابد ان تكون فرنسية في فرنسا في فرنسا اسماء الشوارع لكن حيث هنا بتلاقي في حي شعبي بسيط فقير ومسمي نفسه انترنت كافي ومسمي نفسه مش عارفة جرون كافي حتى ساعات لما بتكتب ما بتكتبش صح فدي طبعا دي اثار ثم بقى فيه قصر يعني كبير قوي الحقيقة بيحز في نفسي انا يعني مرتبط شوية بحقوق الانسان انك انت ساعات فيه اعلانات استفزازية فيه اعلانات تزود الفجوة والاخباط لدى الطبقات عشان كده بنقول يعني مش مفترض ان الاعلانات الاستفزازية دي تحسس المواطن ان هو بعيد خالص عنده ده فين ده وفين كان فيه على فكرة اعلان والحمد لله يعني تم واخد موقف منه وتوقف انا مش هقول طبعا اسمه لكن كان بيطلح حاجة وبيقول ان دي لازم تتنسف اللي كان بيانسفوه ده اللي مش راضين عنه ده مش موجود عند يعني يعني الطبقة المتوسطة فحصل يعني استجواب او حاجة واعتقد ان كان مجلس وقتها مجلس الشعب واقف هذا الاعلان يعني دي يعني هل تفتكري حضرتك ان هذه الفكرة او هذا الرأي سهل تطبيقه حلام؟ لانه اي حد عنده شيء يريد ان يروج له لابد انه يضعه في مكان ما بيشوفه عموم الناس الجمهور العام كله ما حضرتك انا يهمني اروج للي انا باستهدفه يعني واحد ميزانيته عمرها ما حتقدر ان هو يشتري عربية بكزا مليون ايه فانا حتى لو هو شاف الاعلان ده انا ما استفدتش منه حاجة يعني هو استفاز يعني تم استفزازه فقط يعني يعني حتى في اقتصاديات الاعلان يقول لحضرتك ايه تحسبي انت الاعلان ده هيكلفك قد ايه هتوصلي لقد ايه من الشريحة اللي انت عايزاها انت مش عايزة كل المجتمع مش كل المجتمع حييب عربية كهرباء دلوقتي مثلا فيبقى لابد انك انت بتتوجهي يعني هو كده الشريحة المستهدفة او الزبون المرتقب لكن لو انا طب انا شفت واعجبت بس ما اشتريتش يبقى هو دفع فلوس على الفاضي وخصوصا الوسائل دي بتبقى مكلفة جدا غالية جدا ولذلك يعني في صميم دراسات الاعلان سواء بقى من الناحية التجارية او الاقتصادية او الفنية لانه برضو الاعلان بيدرس في كليات الفنون والفنون التطبيقية وغيرها زي كليات الاعلان حضرتك لازم تحسبي التكلفة قد ايه هتكسب منه قد ايه لكن لو حت تكلفيه كتير وهيوصل لناس ما مش هيبه نتيجة حاجة عايزة بس اقول برضو حاجة ان احنا دلوقتي طبعا زحف الاعلان بقى اتنقل من طبعا شاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل والوسائل التقليدية الى مثلا الموبايل حضرتك طول النهار بيجيلك وده كان سؤالي التالي الحقيقة بيجيلك يعني حيصل حيصل يعني ممكن نقول هذا الاستفساز سيتحقق سيتحقق ايا كانت الوسائلة بس مش موجود في اي دولة في اوروبا عمر ما يجيلك في التليفون اه طبعا لان ده يعني اعتداء على خصوصية حضرتك ان يجيلك تليفون الساعة 11 والساعة 12 والساعة 1 وبعدين يعودوا بقى يعملوا لك مقدمة طويلة وبيعرض عليكي مثلا منتج ماه بخمسة مليون مثلا وتقولوا انا متشاكل طب بس تعرفي بس كذا او يدينا نمرت حد خصوصية انا ازاي تدي نمرت حد اخر لحد تاني يعني ده ابسط حاجة وعشان كده في حاجة اسمها اخلاقيات الاعلان في برضو حاجة يعني مهمة او ان احنا نهتم بيها اللي هي بنقول المسئولية الاجتماعية سواء بقى الواسئة للاعلام نفسها او الشركات الاعلان اللي بتقوم بالاعلان ثم بقى نضيف ودلوقت ده برضو فيه اهتمام يعني كبير به اللي هو ان احنا يعني نثقف الناس على ما يعرف بالثقافة الاعلامية زي مثلا ان احنا برضو لازم نثقفهم بالثقافة الكمبيوترية عشان يستخدموا النيو تكنولوجي دي بالطريقة الصحة فانا لما اشوف اي مادة بفكر بقى مش فكر كده يعني كل شيء اسمعه واسدقه حقدر بقى أفرق ما بين ما هو حقيقة وما هو خداع ما بين ما هو أكبار كذبة ما بين ما هو تضليل وهكذا حضرتك بتكلمي كتير وبتكتبي كتير في ما يسمى بأخلاقيات المهنة وأخلاقات المهنة طبعاً بتقصدي أخلاقات المهنة في مجال الأعلام أهمها إيه؟ يعني أنا برضو سعيدة إن إحنا دخلنا هذا المقرر في كليات الأعلام في بداية 2000 يعني وبقى موجود مادة بنقول عليها أخلاقيات الشاشة والميكروفون أخلاقيات للصحافة سواء بقى بالنسبة للمعد بالنسبة للمخرج بالنسبة لمقدم البرنامج بالنسبة للمصور يعني إزاي أتعامل أولاً مع الجمهور اللي بيشوفني أو اللي حيقراني اللي حيقرى ليه يعني أو الضيوف اللي أنا معاه يعني على سبيل المثال مثلاً إن إحنا بنقول إنه الضيف في أي برنامج هو النجم صحيح والموضوع فبالتالي لازم الضيف ده ما هواش بروفيشنل ما هواش يعني ممتحن المهنة ما يعرفش يبص الكامير أزاي ما يعرفش يلبس إيه فالقنوات الكبيرة لما تدعي حد تقوله بس من فضلك ما تلبس اللون الفلاني اللي ممكن يكون اللون الفلاني ده هو عارف إنه الموزيع حلبسه أو الديكور فما ينفحش بقى جاية لقص أحمر والكرسي أحمر مثلاً يعني الضيف مثلاً نيجي نسجل برنامج مع حد هو مش عارف فلازم من الأول أقوله الفقرة دي مثلاً مدتها ثلاث دقائق عشان ما يعودش يتكلم ونقوله ما إحنا نشيل في المونتاج على قد لا ما ينفحش لأنكده أنت ممكن تختصري أشياء هو يهمه أن يركز عليها فالحقيقة يعني أخلاقيات المهنة دي أنا بقول يعني مسؤولية إن حضرتك تبقى أمام الشاشة أمام الجمهور أو خلف الكاميرا ومع الضيف أن تكون أميناً يعني وما قدموش بصفة ليست فيها وعلى فكرة في بعض الضيوف لما بتقدميهم بصفة مش موجودة فيهم حتى لو كان على الهواء يقولك بس متأسف أنا مثلاً مش كده فلازم يعني أكيد المعد اللي استضاف حد مع مقدم البرنامج أكيد عارفين الشخص أو لازم يعرفه هو مين لكن ده ممكن بقى أقول لحضرتك قدميلي نفسك لو أنت هتقابليني في الطريق لكن دعي حد في برنامج أو ساعات مثلاً برضو الضيف يطلع مقدم البرنامج بيقول معنا فلان تخصصه كذا وخلاص هو لازم بخصوصة لما يكونوا بيتكلموا في حاجات علمية حاجات قانونية لازم يعني كل شوية لأن أنا ممكن أكون ما شفتش ساعة ما كان حضرتك بتقدمي الضيف فلازم يطلع لنحين لآخر يعني صفته إيه وبعين حقيقة بتستضيفي الضيف ده لكونوا إيه يعني أنا مثلاً هتحكي هتستضيفي واحد عميد كلية التجارة هل الموضوع اللي حيك بتناقشيه المؤسسة الأكاديمية التعليم في كلية التجارة الخرجين ولا هتمستضفاه عشان تناقش معاكي حاجة اقتصادية فأنا همني هو أستاذ إيه تخصص لأن دي هتساعد اللي بيتفرج أنه أولاً يصدق يعرف أن المعلومة دي من مصدر موصوق به معلومة علمية جديدة لكن ما تجيش مثلاً واحد جايباية يتكلم على يعني مثلاً رفع الدعم عن أي سلعة معينة وتقولي لي إيه أعميد كلية التجارة لأ أنا همني أشوف هو بتاع إيه بتاع تسويق بتاع اقتصاد بتاع مالية وهكذا طب ده يعني يعني حرك بتشير إلى أنه اختيار الضيوف كمان له مقاومات وله قواعد في التلفزيون أو الإزاع أو حتى لو يعني بنكتب عنه في الصحف آه طبعاً طبعاً حضرتك وزي ما بقول حضرتك تديني الصفة اللي أنا عندي يعني لو أنا مش دكتورة وتقولي أيوة يا دكتورة يعني معنى كده أن أنا أهميتي مش هتبقى باوجود لا أنا ممكن أكون أنا معيش دكتورة بس في مجالي قوية جداً ومتمكنة جداً وليه يعني إسهمات أنا مش يعني حريقة بتعتبر الإعلام من يعني الأدوات في المجتمع التي تساعد على تنمية المجتمع آه طبعاً طبعاً الإعلام والفنون أريع تاني يعني هي أدوات أساسية لتحقيق التنمية في كل مجالاتها التنمية المستدامة التنمية الشاملة لإحداث التغيير المجتمعي وفي ليا كتاب المسمة ده آيه إنه زي الإعلام يساعد في تحقيق التغيير لأن إحنا بنقول هي دايماً التنمية بتستلزم أن أنا أغير سلوك أصحح مفاهيم فأنا لازم الإعلام يساعدني في ده عشان كده دلوقتي فيه برضو تعبير يعني أتمنى أنه الإعلام المصري سواء أنا الخاص أو الرسمي برضو بكل قوالبه يشتغل عليه اللي هو اسمه إعلام البناء يعني يبقى المادة اللي أنا بقدمها هي مش دعاية لكن هي أنا بحاول يعني يعني بناء بناء بمعنى بناء الدولة مثلاً بناء المجتمع كل حاجة وبناء الإنسان وبناء طموحات يعني أنا مثلاً لما أكلم الأطفال يبقى عندهم طموحات لما يكبروا يبقوا إيه إيه دورهم البناء إن أنا لو جاء فأنا عندي مشروع فعلاً نجح لازم أساهم يعني أقدمه وأقدم إزاي هما تغلبوا على الصعوبات لكن لما أفضل على طول أتكلم عن المشكلة طب وبعدين خلاص ده يعمل إحباط عند الناس عشان كده بنقول برضو في علم النفس الإعلامي إنه في حاجة بنقول عليها الإعلام التفاؤلي إعلام الترغيب يعني أنا دلوقت عايزة ما الاسم جميل يعني الإعلام التفاؤلي بمعنى تفاؤلي يعني أنا مثلاً دلوقت حضرتك إحنا بنشتكي إن إحنا ما عندناش فنيين على مستوى عالي من الكفاءة رغم إن دول مطلوبين وبيكسبوا يمكن أكتر من خرجيجي التعليم العالي في بعض التخصصات فأنا لازم أعمل بقى ده أهيأ الأطفال من مهمة لسه في الإعداد إنه اللي أنت لو رحت ده هتكسب كده لو رحت ده هتلاقي عقد عمل وإنت لسه طالب أي مش عارفة إيه لو أنت رحت ده فرص العمل لك مش بس في بلدك لا ده أنت مطلوب مش عارفة دول إيه فده الإعلام التفاؤلي الإعلام اللي بيحقق التفاؤل والمستقبل إعلام المستقبل بل مش بها الإعلام التشاؤمي أو إعلام التهديد أي يعني أنا برضو عايزة يعني أنتاز هذه الفرصة وأكلم حضرتك عن الزكاء الاصطناعي ماذا سيفعل في مجال الإعلام هو طبعا إحنا بالنسبة لنا برضو يعني حديث نسبيا في التطبيقات واستخدامه لكن هو طبعا في دول أوروبية وفي أمريكا يعني لهم إنجازات وفي شغل جامد يعني لكن عايزة أقول أنه سيظل تطبيق الزكاء الاصطناعي ببرامجه المختلفة مرتبط بإسهامات الزكاء البشري يعني حضرتك لأن الزكاء البشري هو الذي صنع الزكاء الاصطناعي حضرتك اللي هتحددي هل هو هيحل مكانك أه ولا هو هيساعدك هو معين هو هيضيف يعني زي مثلا لما حضرتك ظهرت البرامج التعليمية في التلفزيون وقابليها ظهرت السينما التعليمية فقالوا يا طرى ده هيلغي المدرس لا هو هيساعد المدرس أنه يؤدي عمله بطريقة أفضل بس فيه جزئية ما يقدرش يحل محله الفرد وعشان كده بنقول أنه الشخص اللي حينفتع على المستحدثات الجديدة ويعرف كيفية توظفها يعني أنت اللي حتحددي هتوظف فيها لمصلحتك ولا لغير مصلحتك طيب سؤال أخير لدكتورة مونة الحديدي يعني كيف ترى دكتورة مونة مستقبل الإعلام في العالم ومستقبله في مصر أعتقد أن دوره بيتعظم وبيتعظم مش بس عند القادة الجماهرية لكن بيتعظم عند القيادات السياسية والفكرية دوره بيتعظم حتى في الحروب دلوقتي بنشوف الإعلام دوره السلاح في الحروب حتى بنقول حرب الكلمة وحرب الصورة وبنشوف ده في الأحداث الأخيرة الإعلام أصبح شريك في الإدارة وفي تحقيق أعلى كفاءات الإدارة ويمكن أختم بأنه حتى سيادة الرئيس في اللقاءاته الأخيرة كان بيتحدث إلى الوزراء والمسؤولين يقول لهم كلموا الناس كلموا الناس يعني ايه؟ يعني يتواصلوا مع الناس شكرا دكتورة مونة الحديدي شكرا دزيلا في نهاية الحوار وفي ختام هذا البرنامج أشكر ضفتي أستاذة العلام القديرة الأستاذة دكتورة مونة الحديدي ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر شكرا دكتورة مونة الحديث